ثورة 30 من يونيو مرحلة مفصلية هامة في تاريخ الأمة المصرية العظيمة ثورة أنقذت مصر من مصير مجهول كان ينتظرها على أيدي الجماعة الإرهابية وأعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والازدهار واستعادت القاهرة لمكانتها التاريخية وبدأت رحلة الإنجازات في أعقاب الثورة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد لتنطلق الدولة نحو مشروعات تنموية عظيمة في كل أرجاء الجمهورية وفي جميع القطاعات سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطئها العين تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة فلا تتوقف إعادة تأهيل مكان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة الأمر الذي ترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في قطاعات الدولة كافة القيادة السياسية أيقنت أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات ومن هذا المنطلق كانت الانطلق وكانت تجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها وجهت مصر العديد من التحديات بعد الثورة حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب حيث جاء بناء الإنسان المصري من خلال محاورة رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة على رأس أولويات الدولة بجانب بناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وربما كان التحدي الأكبر والأبرز هو مكافحة الإرهاب الذي حاول النيل من الدولة والانتقام من شعبها بعد ثورته المجيدة فقامت القيادة السياسية بجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وشهدت الفترة التي تلت الثورة عدة عمليات عسكرية ضد الجماعات المتطرفة حتى نجحت مصر في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره ومن التحديات الكبيرة التي حققت فيها الدولة إنجازا مميزا في أعقاب الثورة كانت في قطاع الصحة الذي شهد تطورا ملحوظا حيث كانت البداية من المدة الثامنة عشرة لدستور عام 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة ليطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات الهامة والتي كان من أهمها مبادرة 100 مليون صحة التي تعد درة تاج المبادرات الصحية وفي محوري الاستثمارات والتنمية شهدت مصر زيادة في التركيز على التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية ليتم إطلاق عدة مشاريع تنموية كبيرة في مختلف المجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم والطرق والنقل ففي مجال الطاقة قامت الدولة بتنويع مصادرها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وشهدت زيادة في استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريح كما نجحت مصر في زيادة القدرات الانتاجية للكهرباء من خلال إنشاء محطات توليد جديدة بقدرات متنوعة مما أسهم في تحسين توفير الكهرباء وتلبية احتياجات السكان والصناعة بجانب تطوير البنية التحتية للطاقة وكذلك زيادة في الاستثمارات في قطاع الطاقة وبجانب كل هذه الخطوات اتخذت الدولة إجراءات للحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة مثل تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق معايير بيئية صارمة على الصناعات الملوثة كما شهد قطاع النقل العديد من الإنجازات التي تم من خلالها الارتقاء بالمنظومة والتي كانت تعاني من الإهمال على مدى سنوات طويلة للوصول بها إلى معدلات إنجاز وتطوير غير مسبوقة وذلك من خلال إنشاء وتوسيع الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين نوعية الطرق وسلامتها بالإضافة لإنشاء وتطوير الكبار لتسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام المرورية كما عملت الدولة على تحسين وسائل النقل العام وتطوير المواني البحرية وشبكة السكك الحديدية بما في ذلك إنشاء خطوط جديدة وتحديث الخطوط القديمة وتحديث القطارات لتحسين جودة الخدمة وزيادة الكفاء أما فيما يتعلق بمحور تضامن الاجتماعي فقد تبنت الدولة حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية إلى جانب التوسعي في شبكات الأمان الاجتماعي بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية وفي إطار تلك الجهود جاءت كذلك الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة عشرين ثلاثين لحماية الفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع وتوفير الرعاية الصحية وفرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل هذا بالإضافة إلى حماية أصحاب الهمم كما بذلت الدولة جهوداً حثيثة بعد الثورة المجيدة من أجل تمكين المرأة وضمان حصولها على جميع حقوقها وترسيق قيم العدالة والمسواة بين الجنسين ومبادئ التكافؤ الفرص اتصاقاً مع رؤية مصر عشرين ثلاثين واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي للفئات كفة وفي قطاع الموارد المائية والرأية أسهمت جهود التنمية في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا المحور هو المشروع القومي لتأهيل الترع بجانب التحول نظم الرأي الحديثة وكذلك مشروعات إعادة استخدام المياه أما في مجال الاقتصاد والذي يشغل الحيزة الأكبر من الاهتمام فقد شهد جهودا غير مسبوقة بدأت من خلال خطة الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها الدولة بما في ذلك تحرير سعر صرف العملة وتبني سياسات اقتصادية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بجانب تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية والخدمية وهو ما أدى لتجاوز مصر لكل المشاكل الاقتصادية التي ضربت العالم بدءا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية ووصولا للعدوان الإسرائيلي على غزة وما صاحبه من تطورات في البحر الأحمر وهي التحديات التي أثبت الاقتصاد المصري قوة وثباتا في مواجهتها وتخطيها ولم تتوقف نجاحات الدولة داخل حدودها فقط بل امتدت إلى خارجها وهو ما حققته الدبلوماسية المصرية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو حيث نجحت الدولة في استعادة مكانة القاهرة في محيطها الإقليمي والعالم أجمع بعد فترة فقدت فيها مصر قوتها الخارجية وارتكزت محددات السياس الخارجية لمصر بعد الثورة على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر بالإضافة للاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية انطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وكذلك التمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول هو إذن تحول كبير شهدته مصر في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو بعدما استعاد الشعب المصري وطنه المسلوب وبدأ رحلة ما زالت مستمرة للبناء والتطور في طريقه نحو الوصول للجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة